أهلا بكم مرة تانية منتخب مصر هينهي معذكره المغلق النهاردة استعدادا للسفر بكرا إن شاء الله إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا هنتكلم بالطبع عن الاستعدادات الأخيرة للمنتخب وإيه اللي حصل في أول جلسة دارت بين اتحاد الكرة الجديد مع المنتخب المصري خلونا نرحب بالأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي أهلا بحضرتك وصباح الخير صباح الخير عليك منور صباح الخير عليك أهلا بك عايزين نعرف منك في البداية يعني الاستعدادات اللي بتجرى الآن ايه اللي بيحصل فيه الكواليز بين المنتخب وبين كارلوس كيروش وهل فعلا تم الاتفاق على القائمة النهائية للمشاركة إن شاء الله في المجموعة الرابعة يمكن فيه آخر ساعات داخل المعاصقر حالة من التفاقل الشديد عند الجميع رغم التصريحات اللي كانت مسيرة لمستر كارلوس كيروش حاول إنه مش رايح نافس على أم أفريقيا وإن التارجت أو الهدف اللي جاء من أجله للمنتخب المصري هو الصعود لكأس العالم لكن اللعبين مركزين جدا جدا ومتفائلين وعندهم ثقة كبيرة جدا في قدراتهم على المنافسة لآخر لحظة كمان يمكن التواجد محمد صلاح حد دافع كبير جدا للعبين بعد رسالته الواضحة جدا جدا أنه إحنا مش رايحين زي ما قال مستر كيروش بدون هدف لا هدفنا واضح جدا نحلم باللقب ونسع عليه وقدرين على تحقيق هذا الحلم فبالتالي رسالة صلاح كم كده ما فيش توافق أو لإيه؟ ده معاشر ما فيش توافق؟ يمكن صلاح يعرف مصر أكتر ويعرف اسم المتخب مصر أكتر وأصرف في داخل أفريقيا لكن ربما كيروش لا يعلم ذلك جيدا وربما الاتفاق اللي تم معاه كان فيه بعض يمكن خلينا أقولك بشكل صريح معلومة ربما ما قالتش قبل كده إن اللي اتفق مع كارلوس كيروش قال له أمم أفريقيا مش تتلعب بالأساس كان عنده معلومة إن أمم أفريقيا لن تقام وهيتم تأجيلها فبالتالي الراجل كانش عنده استعداد إنه يكون منافس على لقب هذه ما سألش عنها ما أعرفش دي بالنسبة لنا إيه؟ هو للأسف الشديد ربما لم يطم نقل أهمية هذه البطولة بصورة كاملة لهذا الراجل لكن في الساعات الأخيرة وبعد كمان خلال تواجد وزير الشباب والرياضة في معسكر المنتخب أكد له بشكل واضح جدا أن أمم أفريقيا هدف والفوز بها هدف لا يقل أبدا عن الصعود لكاسب علم بل قد يفوق هذا الهدف وبالتالي طالبه بإنه يكون وعي جدا جدا لهذا الهدف وإن احنا راحين ننافس وزي ما قلت كمان صلاح أكد ده ورسخه عند جميع اللعبين كمان إحنا عندنا شخصية اللعب المصري وعدد كبير من اللعبين تمرست على الفوز بالبطولات خاصة لعيب نادي الأهل في دور أبطال أفريقيا بالتحديد وفوزهم المتتالي بالبطولات كل ده بيقول أن احنا إن شاء الله نكون جاهزين وقدرين أنه ندق قوي لكل منتخبات أفريقيا المرشاة للفوز بالبطولات طيب عايزة أسأل حضرتك يعني إيه السبب في إلغاء المباراة الودية خصوصا اللي كانت المفروض تحصل ما بين المنتخب المصري والكونغو السبب من قرل سكوريش هو الكرر بشكل مفاجئة أنه طلب أنه مش عايز يخد المباراة وربما ده لأن فيه ترتيبات اتغيرت بموعايد السفر كان فيه مفروض السفر النهاردة السفر تأجل لبكرة فهو حتى لغى التدريب الخاص بالمتخب قبل السفر ده ما يأثرش عليه؟ هو بيبقى ليه نظرة في ترتيب الأوضاع الدخلية فيما يتعلق بالتدريب يعني يمكن هو كان متاح ليه اختيار 28 لعب كرر اختيار 25 لعب فقط لما سؤل جوة من مساعدين اللي حاولوا وضغطوا بشكل كبير جدا أنهما ياخدوا 28 لعب قالوا على الأقل أنهنا نهد الجمهور شوية الثلاثة عناصر اللي هنضيفها ربما يعني تساهم في تخفيف الحالة لكنه هو يتنظروا أنه هو عايز 25 لعب فقط عشان لما بيعمل في التدريب تأسيمه ما بين 11 و 11 ما يبقاش عنده عدد كبير برا الخط هو وجهة نظرة أنه أنا عايز ألعب بعدد دايق لما أمرن عدد قليل غير لما أمرن عدد كبير جدا بيبقى عميل لإزعاج فهو شايف هو دايما ترتيباته الداخلية وفق ما تعلمه في الملاعب الأوروبية وفق فلسفته الخاصة أي بس إحنا عندنا إصابات ورد تحصل ورد جدا ورد جدا ورد جدا بالطبع يعني أنا أنا مش متفق مع أنه إحنا لوحنا قصين العيب أنا قد تماما مع أنه يكون في 28 لعب ونروح بكامل قوتنا والمدرب الكبير قادر على أنه يتعامل في كل الظروف حتى لو معك أكتر من كده ممكن الناس ربما متعودة تلعب بقيمة 25 لعب لكن إحنا متعودين في مصر ونلعب بقيمة 30 لعب متعودين أن نحنا نتعامل في ظروف مشابهة لكن في النهاية أنت مطالب بأن أنت تنفس كل احتاجاته وتنفس كل طلباته في النهاية هو اللي هيسأل على النتيجة مش حد تاني طيب هو يعني تم استبعاد مجموعة من اللعبين من أشهرهم طبعا محمد مجدي أفشا ومصطفى فتحي وقيل لما تم سؤال كيروش أنه ده الأسباب فنية يعني ربما أنه مش مناسب للعب أو طريقة اللعب اللي هيلعب بها كيروش في المجموعة الرابعة رد حضرتك إيه؟ في الحقيقة أنا لا أتفق مع مستر كارلوس كيروش تماما فيما أتعلق باستبعاد محمد مجدي أفشا وأخشى أننا نندم على خروجه من القيمة ومبرره غير مقنع بالمرة هو بيقول محمد مجدي أفشا صنع لعب وبيلعب في مركز 10 فلا يصلح لطريقة 4-3-3 اللي هو بيلعب بها بنفس منطقه عبدالله السعيد بيلعب في نفس مركز محمد مجدي أفشا حتى لو قررت تتعدل مركزه فكان أولى أنك تعدل مركز أفشا لأنه أقدر على القيام بهذا الدور بفعل العوامل البدنية وبفعل أنه لا عمار أكتر من عبدالله السعيد شوفناه في نادر أهلي بيلعب في أكتر من مركز في الفترة الأخيرة مع استبدال طريقة اللعب مع مستر بيس المسلميني فبالتالي أنا بشوف أن مبرر مستر كالوس كيرش غير مقنع بالمرة وبشوف أن أنت حتى لو شايف أن أفشا لا يصلح غير لطريقة اللعب لـ 4-3-1 فأنت ربما في بعض المباريات وفي جزئيات من بعض المباريات تضطر لتعديل الطريقة اللي أنت بتلعب بيها وبالتالي لنتاجة صانع اللعب اللي يعمل لك ده فبالتالي أنا بشوف أن احنا افتقدنا عنصر مهم جدا جدا ربما يصعب تعويضه في البطولة ده ممكن يكون لأنه يعينه على المباريات الأولى فقط صحيح يعني أنت دلوقتي قلت نقطة مهمة جدا أنه قد يحتاج مجد أفشا كصانع ألعاب ومش هيلاقيه في المباريات في المباريات صحيح لكن دلوقتي هو بص على المباريات دي وده بيتتفق مع التصريحات اللي هو كان بيقولها أنه أنا عيني مش على المنافسة أنا رايح وخلاص مجرد المشاركة متحيائي لا هو الفكرة بالنسبال له هو شايف أنه يعني هو بيقول ده أربعة ثلاثة ثلاثة أفشا ما يصلحش يبقى واحد من الاثنين المحاور في مركز صناعة اللعب هو بيصلح يلعب صنع اللعب تمركز عشرة بشكل واضح جدا لكن أنت في بعض المباريات هو قرر أنه يلعب بالتلاتة دول دي فندرات يعني دي فندرات يعني بمهام لعب الوسطة الملعب يعني هو كان هو رايح رسم السيناريو حمدي فتحي قدامه النني وعمر السولية كان يلعب بالشكل ده التركيبة دي أنت تقدر تواجه بها منتخبات معينة لكن لما تكرر تصنع هدف أو تسجي أو تهاجم بكسافة فأنت هتحتاج اللعب المهاري في مركز المحور ده يعني مكان السولية وأنني هتحتاج لعب أقصر قوة وقدرة هجومية فهنا أنت كنت مطالب جدا جدا بأفشا في حالة تانية مهمة جدا أنا بسجلها وبقولها من دلوقتي إحنا هنفتقط لحاجة بنسميها ضابط الإيقاع إيقاع اللعب المتحكم في الرتم ولا لاعب من تركيبة وسط الملعب قادر يقوم بالدور ده اللي هو الربط ما بين الخطوط وأنه يكون قريب طول الوقت من الجميع اللي يقدر يعمل ده هو مجد أفشا ربما كان عبدالله السعيد قبل سنتين يقدر يعمل ده لكن عبدالله السعيد بيتراجع البدني في الفترة الأخيرة اللي كيروش نفسه لمسه وتواصل مع إيهاب جلال مدربه في بيرامدز وطلب منه أنه يكسف البردامج البدني ليه عشان هو شايف عبدالله وزنه زايد وشايفه متراجع بدنيا فبالتالي الدور ده كان مهم جدا أن يكون أفشا وزن زايد ولا سن وزنه زايد وسنه أثر على رهده البدني بالتأكيد فبالتالي أنا بشوف إيه الأزمة لو كان أفشا موجود ضمن 25 لعب يعني أنت لو مش شايفه هيبقى أساسي ممكن يبقى تبديلة من التبديلات لا وعندنا حاجة تانية زي ما حضرتك قلت أن عمر السولية فيه إصابة والمفروض أن هو هيرجع وقريبا بقوة 60% من قوته فهل هو هياخد القرار كيروش أن هو ينزله الملعب وهو مش بيكمل طقته ده كمان عامل من العامل المهم جدا أن أنت رايه عمر السولية غير جاهز طبيا وغير جاهز بدنيا حتى لو بعد المباراة الأولى أصبح جاهز فعلى ما يتمرس ويدخل في المباريات هيحتاج بعض الوقت فبالتالي ده كان يبقى دافع أكبر إنك يكون محمد مجد أفشا موجود لكن أنا أعتقد أن فيه شيء أكبر منه فني إيه هو؟ يعني ما عنديش معلومة كاملة لكن أنا بشوف أن فيه حاجة تانية هو لغة التفاعل بين الاتنين التعامل بين الاتنين هل مجد أفشا لما طلع بعد المباراة المربع الزهبي بكتر قال أن في بعض اللعبين منفذوش تعليمات المدرب في تجديد رقلات الجزاء ده أغضبه هو حد قوي 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 في تعامله وفيه ردود فعله مع الناس اللي بتخرج عن النص بعض الشيء فربما يكون سبب إن الأسباب دي لكن أنا غير مقتنع بالمرة إنه خروج أفشا سبب فني طيب أنت قلت من شوية إنه كارلوس كيروش دي اختياراته وسيحاسب إمتى بقى سيحاسب يعني إحنا بقى لنا فترة ويمكن كان في لقاءات إنت كنت موجود عنداني نفسه بأخير يا مصر وقلت إن الرجل بيجرب في البطولة العربية صحيح وده حقه مش هنقدر نحكم على أداءه دلوقتي صحيح فإحنا خلصنا البطولة العربية وجربنا ورايحين على منافسة بتاعتنا صحيح البطولة الأفريقية دي بتاعتنا كأس عالم بالنسبة لنا كونجن يعني صحيح فإمتى يكون في جلسة محاسبة لكارلوس كيروش أعتقد أعتقد بعد بطولة أمم أفريقيا سيكون هناك حساب وإن بخلاف ما أعتقد ويظن كارلوس كيروش إن أمم أفريقيا مش هتكون محل تقييم وإن التقييم الحقيقي يكون في الممبارات فصلة لكاس العالم أعتقد لن يتم الصبر على كيروش إذا لم يصل المنتخب المصري إلى بعيد على قل تقدير في المربع الزهبي ورد يمشي أي نتيجة غير المربع الزهبي هيكون في جلسة حساب مع كيروش ربما يرحل وربما يستمر ده متعلق بإنت لو خرقت قبل ده هتخرج بأني شكل هيكون أيدعك عامل إزاي وأمام أي منتخب يعني مثلا أنت لو خرقت في دور الثمانية أمام منتخب الجزائر بعد مباراة لعبت فيها 120 ديئة مباراة قوية جدا جدا فأعتقد محدش يقدر يقولك هنا أن أنت فشلت على حسب الأداء في الملعب حسب الأداء وحسب الخروج أنت الند بتاعك مين مش هتخرج قدام بركينة فاسو مثلا على سبيل المثال أو منتخب غير مصنف من منتخبات التصنيف الأول والناس هتقولك استمر لا ما أعتقدش أن كيروش الدنيا حواليه جميلة في كل حوالي لا إذا لم يحقق نتيجة سيكون هناك حساب طبعا خاصة في وجود اتحاد الكرة جديد جايب أفكار جديدة وجايب طموحات جديدة ويختلف تماما مع السياسات الكلية لاتحاد الكرة السابق طيب خلينا نتكلم على أرض الواقع دلوقتي إحنا في المجموعة الرابعة معانا نيجيريا هي أعتقد هي المنافسة الأقوى لنا بعدها غينية متوسطة وبعدين السودان صحيح حضرتك شايف إزاي هيتم تكنيك اللعب في التلاتة خصوصا أننا أكيد عنا متجهة نحو نيجيريا صحيح وفي البداية أنا عايز أقول الحاجة مهمة جدا إحنا لما وقعنا مع السعودية وروسيا وأورجوية في قاسة العالم كان في نغة مسايدة مهمة جدا في الشارع المصر وطول الوقت أننا نخسر من أورجوية عادي ونتعادل مع روسيا وكده كده مواتش السعودية مضمون أنا أخشى أن النغة مديدة السود في هذا التوقيت وأننا شايفوا أن الناس كلها بتلخص الأمر أن فيه تنافس ما بين مصر ونيجيريا فقط على المركز الأول وهو مهم جدا جدا أن أنت تكون في المركز الأول عشان تتجنب الجزائر في أدوار مبكرة لأن المركز الثاني ربما يجعلك في مواجهة أو نهاء مبكر أمام الجزائر في دولة 16 فبالتالي التنافس مع نيجيريا على البطاقة على بطاقة التأهل في المركز الأول مهم جدا لكن غينيا بيساو منتخب هو متوسط لكن عنده تنوحة جدا لما شفت تصراحات كل اللاعبين هم جايين بهدف ورغبة هم مركزين جدا ومذاكرين منتخب مصر كويس يعني كلامه مع المنتخب المصري عارفين لقات القوة فيه ومذاكرين كويس جدا وثم لما جاي بص للعناصر اللي بتلعى في المنتخب غينيا 9 لعبين في الدور البرتغالي 5 لعبين في الدور الفرنسي بقية لعبين وتوزعين في دوريات أوروبية متعضعة حقيقة أو صحيح هم مش في مستوى أو لفل عالي أو أنديها كبيرة لكن في النهاية وجودهم في هذه الدوريات بهذا العدد ده بيخليك تقول أن انت قدام تركيبة ما ينفعش تستهين بيها لأن إذا لعبوا بشكل منظم أو كانوا عندهم الإرادة قوية وعالية قادرين يقربوا الفجوات بين كبينهم وبالتالي ربما يخلقوا الصعوات فبالتالي أنا بقول من هنا نحن لازم نكون جدين جدا في التعامل مع غينيا بيساو نكون حذرين جدا من منتخب عنده طموح لأن المنتخب غينيا بيساو تفوق على السودان في تصفيات أمم أفريقيا ذهابا إيابا وقادر أن هو يقرر تفوقه ده وبالتالي هنا هيخلق صعوبات لمصر وهيخلق صعوبات من ليجيريا وفي إطار سعي إذا كانت تسعد مركز أول فأنت محتاج تسع نقاط كاملة إن شاء الله فبالتالي أتمنى أننا نكون بنحترم غينيا احترام كامل جدا حضرتك درست ما شاء الله الفرق وشفت تصريحات اللعيب أعتقد أن كمان كارلوس كيروش اهتم بحاجة زي دي وبالتأكيد طريقة لعبه هتختلف متأكد بتأكيد طريقة لعبه هتختلف كمان هو كارلوس كيروش مؤكد بيدرس كل خصوم من بدري وتفرج عليه بشكل هواس جدا كارلوس كيروش معه خمس مساعدين يعني مع أربع مساعدين بورتغاليين يعني هو بشتغل بتيم ورك خمس أجانب في الجهاز الفن المتقل في مصر كمان مع محل الأداء واحد من أشطر محل الأداء أنا بعتبره في الشرق الأوسط محمود سليم شاب مصري من أروع الناس اللي أنت ممكن تسمع لهم وتشوفهم فمعنديش شك نهائي في أنه هو هيذكر الخصوم كويس لكن أنا عندي شك في القرارات اللي هيتخذها بعد دراست الخصوم يعني أنا ممكن أختلف معاه في قرارات بعد ما يدرس الخصوم ويشوفه وتتقدمه التقارير هو هيقرر يلعب بأنه سياسة وأنه استراتيجية لأن أنا لمست أنه هو مقرر خلاص السياسة والاستراتيجية اللي يلعب بيها من قبل ما يدرس الخصوم حتى هي هي خلاص نفس الشكل حتى ما كانش مارن في الاختيارات بالطريقة اللي تخلين يقول أنه ممكن يبدل إذا تعقضت الأمور قدامه فأنا مش ألقان من الدراسة أنا ألقان من القرار ما بعد الدراسة طيب لو كلمنا عن القيمة النهائية اللي ممكن تلعب قدام نيجيريا تشكيل إحنا عندنا كمان غير عمر السولية عندنا ترزيجية فهل هو جهز برضو ترزيجية جهز بس أنا أعتقد أو هيدفع بيه في الأول أعتقد أن ترزيجية يعني أقول لحضرتك معلومة أثناء اختيار القيمة كيروش مع مساعدتي بيتكلمه عن التشكيل الحراشر لاعب فهو بيفكر مين هيكون بديل السولية في المباراة الأولى هو اقترح محمود ترزيجية رغم أنه مش مركزه نهائي محمود ترزيجية بيلعب في مركز الجماح الأيصر لكنه اقترح أنه يحول مركزه لمكان السولية واللي هو مركز 8 وبالتالي في اللحظة دي كان ترزيجية خارج 25 لعب بالأساس يعني ما كانش مكرر يضم ترزيجية فهو قرر يضمه علشان هو بيفكر أو بيدرس لعبه مكان السولية لكن في المناقشات والمباحثات اللي حصلة ما زال هو متردد من يكون بديل السولية لو اتكلمنا عن تشكيل يمكن 90% من تشكيله منتخب مصر يعني واضح جدا محمد الشناوي أكرم توفيق في اليمين البني الدفاع محمود الوانش وحجازي وأحمد فتوح في الجهة اليسرى محمد فتحي قدامه اتنين محمد بنني وبنسبة بلا جدا هيكون عبدالله الصعيد هيكون عبدالله الصعيد مثل محمود ترزيجية السولاسي اللي جومي محمد صلاح مصطفى محمد وعمر مرموش دي التشكيلة اللي ان شاء الله بإذن الله اللي بالنسبة بلا جدا هنخد بيها أول مبارياتنا أمامنا الجارية ثم بقى نشوف الشكل يبقى عمل إزاي والتعادلات المتحدة طيب بعض الناس النقاط الرياضين المتخصصين بيقولوا انه كارلوس كيروش هو اللي بيقود بمفرده وهو ما بيسمعش للجهاز المعاون شايف هل في حالة من الانسجام بين كارلوس كيروش والجهاز المعاون وعايزين نتكلم برضو عن نقطة محل الأداء هل ليه علاقة باستبعاد أفشا وطرق حامل طيب مبدئيا مبدئيا لو بياخد بمحل الأداء أنا وصل جدا 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 أن محل الأداء قدم تقارير رقمية شرحت كويس جدا أن أفشا أدواره أهم بكتنب جدا من عبدالله السعيد وأرقام عبدالله السعيد في الفترات الأخيرة يعني متوضعة بشكل غير عادي هو ما أخدش بالتقرير هو ربما أخذ بعوامل تانية ربما ربما يرى شخصية عبدالله السعيد عنده سقل عنده قدرة على أنه يقوم بأدوار قيادية شايفه راي من زميله عنده خبرة ربما شاف عوامل تانية لكن فيما يتعلق بالتحليل الأداء والتقرير الرقمية لأ أنا بقول لك وأنا وصل جدا أن اللي تقدم له بيقول له لأ أفشا أرقامه أعلى بكتير جدا وأفشا أهم ده فيما يتعلق بجزء التحليل كنا متكلم في الجزء أنه هو بيقود المنتخب بمفاعده وما فيش حالة من الانسجام ما بينه وبين الجهاز المعبوب خلينا أقول لك مبدئيا بشكل مباشر بشكل مباشر كيروش لا يعترف بمساعدية أو ما بيديش لمساعدية المساحة الكاملة لكن الأهم من ده ده مش تقرير من المساعدية لكن هو كيروش بالأساس شخصية ممكن تقول عندها كبرياء عالي جدا ممكن نصل إلى حد الغرور لأن ده لاعب يشتكى منه كريستيانا رونالدو يعني كريستيانا رونالدو في أحد المؤتمرات بينتقد طريقة لعبه بيقول لك هو الوصمي لهذا الشكل جيمس رودريجز في عز تقلقه وريال مدريد استبعده من منتخب كولومبيا خناقته كتير مع أساطير بحجم روي كين في منشستر سيتي فاتريت أليكس فيردسون فهو رجل معروف كانت نتائجه عاملة إزاي بقى في الفترة دي؟ هو نتائجه مع أساطير أليكس فيردسون هو كان مساعد ما كانش مدير فني فما كانش بيتحمل بشكل واضح لكن كتير من التقارير طوال الوقت بيتقول لك إن فردسون كان بيصق فيه جدا وبيستعين به في أوقات كتير لدرجة إنه وضع خطط لمباريات تاريخية وفاصلة كان من بينها نهائي شامبيونز أمام برشلونة يعني هو ساب الموضوع بالكامل لكيروش إنه يضع الخطة ويضع الطريقة ويضع علماته فبالتالي كان بيأخذ مساحة فمعنى ده إنه هو بيصق في خدراته وهو عنده خدرات عالية لكن اللي عمله فيردسون ما بيعملوش كيروش يعني إن فردسون بيصق في مساعدته قوي ويمكن ده الليدر اللي هو بيقدر يطلع ويفجر طاقات كله حواليه لكن كيروش مش كده أنا بشوف إنه هو عنده بعض تعالي وده بيلمسه من تصرحاته كتير يعني وانفعالاته في بعض ردود لما يلاقي السؤال مدايقه فلما نيجي نتعامل مع بطل زي ده على الأرض إزاي نتعامل معي تمام هو في المبدأة إحنا أنت قصد حضرتك أن منتخب مصر تاريخ كبير جدا ومشاركات كدير جدا وإحنا أكثر منتخب حصل على بطولات بسبع ألقاب ومن نفسها إن شاء الله للبطولة التامة يمكن هو قاس الأمور على استنوات الأخيرة شايف منتخب مصر في استنوات الأخيرة ما يقدرش يقدم النتائج طيب وإحنا آآ يمكن من بعد جيل كابتر حسن شحاتة منتخب مصر ما ظهرش بشكل قوي في بطولة أفريقيا فبالتالي هو بيقول ما تسألونيش عن منتخب مفاس ببطولة أفريقيا من حوالي 11 سنة أو 12 سنة ما تجيش تطلوبه دلوقتي منه وانتوا في مرحلة انتقالية في مرحلة صناعة جيل جديد فبالتالي هو بيقول إن الكرة أو كرة القدم لا تأخذ بالتاريخ لا تأخذ بالماضي لكنه تأخذ بالحاضر وأنا في إطار تشكيل جيد أو فريق جديد فبالتالي شايف إنه هو غير مطالب بإنه يحقق لقب ربما هو شايف أو بيتهرب من فكرة إنك إما اللقب وإما الرحيل يعني ممكن اللي نقل ليه صورة نقل بشكل ده فهو متخوف من ده لكننا لازم نكون مرنين لا نحسبك باللقب لوحده لكن في النهاية احنا محتاجين أداء ومحتاجين نصل إلى أدوار طريق إن شاء الله الحضور القوي للمنتخب المصري في كاس الأمم الأفريقية بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك الناقد الرياضي نورتنا في صباح الخليل شكرا لحضرتك